السلام عليكم ورحمة الله برحب الجميع واهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كوليكشن النهاردة هنعرف مع بعض طريقة القرس الطرية سواء كانت سيدة او محشية بالعجوة وتعالوا نشوف الخطوات مع بعض مكونات اللي هنحتاجهم لعجنت النهاردة عبارة عن كاستين من اللبن ممكن نستبدلهم بلبن رايب او بزبادي كاست زيت درة معلقتين كبار من السكر ونص معلقة من الملح صغيرة وزي ما احنا هنا شايفين انا حطيت الخميرة الفورية مع معلقة سكر ومية دافية علشان تخمر بالشكل ده وطبعا للتزيين هحتاج سمسم وفي الحشوة النهاردة هستخدم العجوة اما العجوة اللي احنا بنستخدمها في فطاير النهاردة فتقدر تشتريها جاهزة من فرن المغبوزات زي ما هي كده او لو حابة تعمليها بنفسك زي ما انا عملتها انا جبت الطمر وفصصته من النقة وفرمته في الكابة شوية عشان اسهل على نفسي او اسرع على نفسي عملية التسييح حطيته على نار هادية مع نص كباية مية وسبته يجلي شوية ولما سيحت حبات الطمر دفت ليها ربع كباية من زيت الدرة وفي نفس الوقت معلقة كبيرة من السمسم وهتبقى معاك بالشكل ده تقدر تستخدميها في اي حشو انت عايزة المكون الرئيسي في وصفة النهاردة فهو طبعا الدقيق المغبوزات وانا هستخدم كيلو من الدقيق واول اضافة هضيفها عليه من المكونات بتاعتي هي عبارة عن نص معلقة ملح صغيرة زي ما احنا شايفين وفي نفس الوقت معلقتين سكر كبار وابتزي اقلبهم كويس لحد اما دخل السكر والملح في كل الدقيق او كمية الدقيق اللي موجودة عندي وبعد كده هبتزي اضيف كاسة الزيت الدرة بالشكل ده وامزجهم برضو كويس في الدقيق لحد اما احس ان الدقيق كله او كل حبات الدقيق اتشربت كمية الزيت اللي انا حطيتها بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده انا بسيت الدقيق في كمية الزيت اللي انا حطيتها وشايفين الدقيق كله بقى مندي بكمية الزيت زي كده هبتزي اضيف عليه الخميرة الفورية اللي انا سبتها تخمر مع السكر بالشكل ده وبردو امزجها كويس في كل كمية الدقيق الموجودة زي ما احنا شايفين كده انا مزاجت كمية الخميرة الفورية ودلوقتي اخر مكون هبتزي اضيفه هو كبايتين اللبن اللي عندي وزي ما انا قلت ممكن يكونوا لبن رايب زي كده او لبن عادي او كبايتين من الزبادي اللي تحبيه وطبعا همزجهم بردو كويس وبعدين هكمل باقي عجن العجينة بتاعتي بمية دافية على قد ما تحتاج وعلى قد ما تلم معي بشكل كويس اي ما احنا شايفين مع بعض انا العجينة لمت معي بالشكل دوت خدت معي تقريبا نص كباية مية دافية عشان اكمل عجن عجنتها لمدة عشر دقيق لحد ما لمت وبقت عجينة طريقة زي ما احنا شايفين كده ونظيفه اه طبعا كمية المية زي اعلى قد او حسب نوع الدقيق اللي عنديك فيه دقيق بيشرب مية كتير ودقيق لا اه يعني انت بس بتستخدم المية الدافية في باقي العجن بعد كبايتين اللبن الرايب او اللبن او كبايتين الزبادي حسب متلم العجينة معيك بالشكل ده كل اللي انا هعمله دلوقتي هبتدي اه غطي العجينة بتاعتي وحطها في مكان دافي عشان تخمر اه وبعد ما تخمر نرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض اه كده بعد حوالي تقريبا اه ساعة في مكان دافي زي ما احنا شايفين كده اه اه العجينة ضعفت بالشكل ده اه ودلوقتي هبتدي اقسمها نصين اه علشان اه ابتدي تشكيلها بالشكل ده الجزء الاول انا هشكله على هيئة كور صغيرة على قد الحجم القرصة اللي انا عايزها كده تقريبا اه شكلت نص الكمية او نص العجينة على هيئة كور بالشكل ده وسبت الجزء التاني علشان نشكله شكل تاني مع بعض اه ودلوقتي هنبتدي نفرد الكور ديت ونعمل القرص الصغيرة الترية بتاعتنا اه ودايما منساش اني وانا شجالة ابقى مغطية العجينة بتاعتي علشان اه ما تنشافش مني وتربي اشرع ومتبقاش دلوقتي هبتدي افرد الكورة الصغيرة دي على شكل قرصة بالشكل ده طبعا تبقى بصمك يعني معقول علشان لما ترفع شوية تبقى مزبوطة ما تبقى استخينة قوي بالشكل ده كده وابتدي اروسها في الصواني او في الصوق بتاعي اللي هبتدي اه 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 اخبز فيه اه انا الصنية دي ده هنتهى بزيت خفيف وهبتدي اروس فيها القرص بتاعي بالشكل ده وطبعا القرص دي سادة علشان نعملها بالعجوة زي ما احنا شايفين كده بنبتدي نقلبها من دهرها وابادينا كده اوبص وابعنا بنعمل حفرة نبتدي نجيب فيها قطعة عجوة بالشكل ده ونحاول براحة نقفل العجين عليها ونجير اه 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 نخربها من ناحية تانية بالشكل ده كده نقفلها كويس ونبتدي برضو نفردها بالشكل ده كده زي ما عملنا في القرس السادة ونبتدي نضيفها او نحطها في صانية تانية كده خلصت الكمية اللي هي المدورة اما جزء العجينة التاني هبتدي ياخد منه جزء كبير بالشكل ده اقسمه على اثنين مثلا اقسم الجزء اللي انا اخدته هبتدي برضو افرده بس احاول اعمله على شكل مستطيل زي ما احنا شايفين كده انا حاولت اعمله مربع على قد ما قدرت وبعدين المربع دوت هقسمه نصين بسكينة يعني هي اخد نص المربع اللي انا فردته بالسكينة بالشكل ده وعايز اقول لكم ان انا فردتها اراء من من القرس اللي انا كنت بعملها اللي هي المدورة يعني بصمكة اراء شوية علشان احنا هنبرومها فهتبقى فيها كزراء ودلوقتي هبتدي احط الحشوة او احط العجوة على طرف العجينة من الناحيات دايما هنشوف مع بعض هبتدي اضيف العجوة بالشكل ده يعني بعد اول او بعد حرف العجينة بشوية ابتدي اضيف العجوة بالطول بطول المربع كله يعني اصيب من طرف العجينة من الشمال والليمين يعني تقريبا سانتي من هنا و سانتي من هنا زي ما احنا شايفين مع بعض وبعدين هبتدي بعد ما فردت العجوة بتاعتي اخد طرف العجينة بالشكل ده وابتدي اقفلها على العجوة اللي انا حطيتها وابرمها براحة لحد نهاية الطرف التاني زي ما احنا شايفين كده انا اعملت في الجزء التاني نفس اللي عملته هنا زي ما احنا شايفين مع بعض كده انا عملت في الجزء التاني نفس اللي عملته في الجزء الاول وبعدين باسكينة هاخد الطرف اللي مش متسويه بالشكل ده من الجزئين وبعدين هبتدي أقسم العجينة أو أقسم الرولز زيت على قطع متساوية يعني طويلة أو رفيعة زي ما تحبي قصدي أو قصيرة بالشكل ده طبعا بالمقاس اللي تحبيه وبعد كده هكون مجهزة كوبية فيها ميا وسكر وهبتدي أدهن بها الرولز دي علشان أضيف عليها السمسم الميا بسكر بتساعد بس إن السمسم يمسك ويثبت على الرولز بالشكل ده وأبتدي أضيف السمسم عليها كما نرى 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 الأول أما القرس اللي عملتها بعجوة فأنا برضو دهنتهب المياه بسكر وضفتلها السمسم علشان اقدر افرقهم من بعض وطبعا منساش ان القرس السادة دي انا هدهنها بصفار بيدة وشوية لبن صغيرين وشوية بانيليا علشان تديني لون حلو انا مسخنة الفرن بتاعي ودلوقتي هحطهم على درجة حرارة متوسطة يعني هياخدوا مني تقريبا من ربع لتلت ساعة بكتير جدا علشان يستووا ونشوفهم مع بعض بعض حوالي تلت ساعة من التسوية انا طلعت القرس بتاعتي وبقيت بالشكل اللي احنا شايفينه ده بس ولعت عليها الشوية المدة دقيقة واحدة عشان تاخدوا اللون اللي احنا شايفينه وزي ما احنا شايفين هي من جوة عاملة ازاي طرية جدا اتمنى ان انتو تجربوها وصفة النهاردة انتهت بس اتمنى من كل الاستفاد من الفيديو ما ينساش يعملوا لايك سبسكرايب او اشتراك عشان يشوف كل جديدي على قناة اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة